نحكي قليلا عن السوسيوس سيسامير كيف لديكم منخارت اليوم في السوسيوس؟ لنجاوبك على كيف لدينا منخارت نحب نجاوبك على معنى نحب نعمل مقدمة صغيرة لنسألك عليها ماذا نجيك؟ عندي سؤالات على السوسيوس لنجاوبك المنخارتين أقل من 40 منخارت فيها ممكن 30 من الأعضاء الهيئة قليلا معنى أي واحد يا جميعكم نعم الفكرة كيف جئت من ذلك؟ الفكرة كيف يذهب إلى الماتش سيبر كوب في قطر أنا كنت موجود مع الفريق كوقت اقترح هو عبد السلام اقترح وقعدنا مع خليط نحبه السيابي في قطر اقترح عليه بالشد سوسيوس وبعد كيف رواحنا التونس كيف يفعله اقترح عليه خلط مقصد ربي أبريتوس اسخي انستروكتور لي مش تعاون السيابي في حاجة اللي عانا فيها فقر بنيا تحتها عملنا الرئيون دل أسمعه كانت الرئيون معنى شعب جوة رياضية وطنية ونعتبر رئيون نشعب الهيئة بعد بلتتقرب الانتخابات التشريعية جاءوا وقالوا ان هذه السوسيوس تعملت على خطر واني عبد السلام انا مليشتا ومعنا نتصميه متعاركي معناش حباء كان منافة مع حاجة غالطة في اللي قلت ويصلح وليت بشتتعمل الخطر السياسي ولا هدف سياسي لليوم اتقال لك لما هي باي خانمشي بالمرحلة بالمرحلة جاتس الانتخاب التشريعية اعضاء الهيئة المديرة بتاع السوسيوس يا باي كل ولا فيهم واحد كان موجود في قائمة مشترأس قائمة باي الهناء انت كنت مساعدة المهدي بنغربية وعملت حتى فيديو مساعدة المهدي بنغربية وفي اول الفيديو في سامير انتفرش فيه الفيديو اليوم والبرح قلت قدمت نفسك على اساس رئيس سوسيوس اذا كان انت حب تفصل بين هذا وهذا ما تقدمش رئيس سوسيوس اول حاجة ان العائلة السياسية تاعة اللي يعرفوني هي تاير ديمقراطي مهدي بنغربية وقفت معاه في الانتخابات التشريعية على خطرنا اصحاب واخوة كنت من اللي عمرنا السلطة الشنس ليقلينا في السجوندير مع بعضنا وسكننا في الفاك ونكولوي مع بعضنا في تونس وبعد خدمنا مع بعضنا ستة سنين لذلك علاقة كبيرة بل ما تصير بل ما كل واحد يمشي على روحه جرت سيابي زيتم الحمد لله يا ربي جرتها باهي فمتعب لكن جرتها باهي سيطواصي تاوخير برشا الحمد لله يا ربي وهو ربي معاه وربي يواجهه وقت قبل الانتخابات التشريعية ماديو مغربية كان في سيئة سكاكا ممدودة الناس كل جابد عليها سكاكا وحتى حد في بنزرة ما كان يقول لماذا يبشي أجم تعرضي أنا شفت بصلي وقفت وقفة مترجلية وشفت بالعشرة لمبيناتنا ما شفتش بالحاجات الخائبة اللي صاروا شفت بالعشرة لمبيناتنا وشفت بصلي قلت هذي كنا احنا اخوة وكنا اصحاب يجبني نقف معها وقفت معها لكن سياسيا ما عندي حتى علاقة ايه كان وغفى الكلامات انك استعملت السوسيوس للأهداف السياسية خاصة انك حكيت انك استعملت السيابي وحكيت في الفيديو على علاقة مهدي مغربية بالسيابي وحكيت على وعود انتخابية خاصة بالكانز الأكتوبرا عشب الإبريد حكيت على مركز تاكوين الشبان في النظور وحكيت على مقر السيابي في الفيديو هذيك كانك استعملت السيابي فيها وجمهر السيابي في حاجة سياسيا انا اقتلقات مع مهدي وقبلت اني باش ندعم الحاملة الانتخابية ديك ما كانتش كاختي بلانش قلت له يجب تعمل حاجة للسيابي اللوكال قاعد يبني فيه هذا الانتخابية سيماعات مليار ونصف قوة من الشباب والرياض وثاناً زاديوا بالخوضة وعنشهوا المجلس الجهبي وانترعوا الانتخابية ما يعني الفم مليار دويت مرسودين في 15 أكتوبر ثم الانتخابية الدولة الآخرية لم نفعل نظام البريد، كنتم تفجعتهم من البريد، عملنا واحد أرتفيسيال، عملنا ناتورال، مليار دوائر لا يستطيع دوائر بلادو في بنزر، هذا ليس معقول، بالحق، هذا ليس مستمر بالموضوع من المعذبة غربية، لذلك، هو الذي كان مليار ونصف، وهو الذي يتفع بش مليار ونصف، يتضعوا كأعتمادات الـ 10 أكتوبر، لم يكنوا مليار ونصف جملة، لذلك، بالنسبة لينا، الدعمي كان مشروط أن يعاونت سيابي، وكوقت هذه الجامعة عهدت بش أنها تتكافل بمركز تكوين الشباة، وأنا مذبية كان مهدي توا، معناها بالمنصب كنائب على بنزرد، معناها منشيرة يشوف مع الصلاة الجهوية، هو والنواب الأخرين يشوف مع الصلاة الجهوية، حتى نجموا الحكاية الـ 15 أكتوبر، والذي تفضيح الدولة، حتى تتكوين الشباة، وكيف كيف، معناها، مركز تكوين الشباة، يشوف مع الصلاة الجهوية، التي وعدت أنها تأخذها بشارج، ويشتعمل فيها صندوق كنائب، لماذا لا تقدمت هذه الجهوية؟ أنت تقدم رئيس السوسيوس في الفيديو الذي قتلك عليه؟ هذه هي الصيفة التي لديها في الوقت، أنا هذه هي الصيفة التي لديها في الوقت، وأنا السوسيوس، والله كان نجينا كيما السوسيوس السياس، عنا 10 ألف منخارط، وتكلمت باسمه، ودعمت مهدي بغربية، والله نمشي معك، في الوقت لا يعني حتى مخارطة، لم تكن منخارط جميعا، ومع ذلك، أنا وقفت الانتخابة التشريعية والرئاسية، وقفت العمل، أي نشاط في السوسيوس، والحاجة الثالثة، نريد أن العائلة السياسية، أمتازة ديمقراطية، وقفتي مع مهدي، كانت وقفي، ترجو لي، اليوم يقول عبد السلام، سوسيوس وفتمنها كالقفوف، صحيح؟ ويستعملون فيها الأغراض السياسية، نعم، أغراض السياسية، بالله، يخلقونها الرماني، ولم يكن لدي حزبه، ولم يكن لدي حتى طموحات سياسية، وكان لدي طموحات سياسية، حتى وان ما يصدر لي حق، ينسوا حق، أمام نستعمل، واذا نستعمل السياسية؟ أنا جاوب داعش، أنا لا يعني حتى استقابة انتخابة، لا، كنت رفيق، قاعد يوم في حاجة الانتخابات، انتخابات تفت عند استشعر، قالوا مجلس جاوي، ما يعني، إن شاء الله رب يجبهم في السواء، يعملوا على الانتخابات، وكان تروني في قائمة، بجأة رب يقولوا، هذا يطلع كذلك، أنا مانيش معني بالسياسة، أنا، الكنتربيسيون بتاعي، كي ننضب بلادي، أنني ننجح، جسو شيف دانتخابة، نخدم مع بعض، نعمل دي بارتونغياء مع دي كواسباندان إترانجي، نعطي صورة بايا، في الخارج، كي نسافر على بلادي، ما هي حكاية القفوف؟ حكاية القفوف، وحكاية القفوف، نهارا عشرين مارس، صارت القرار المنفقين، نهارا عشرين مارس، وأنا رئيس، هيا تأثيراً كما يجب، وأنا أخذنا الديسيزيون، كي نقدم إعانات، للعباد، حتى الوضع الاستثنائي، الفدراتين قدمت إعانات، الفدراتين، وكتاة التخدم إعانات، ليس لديهم أيضاً، ولا يعملوا فليماسك كيف الفوكاسيون بتاعهم حاجة اخرى ليس السيابة اولى بالفلوس هذي ولكن في كل وقت هذك السيابة ليش اولى بالفلوس هذيك على هذي الحاجة اللول الحاجة الثانية اللي اعطاه فرانك وموش موافق انه مش يقفف يعاناته يجيح حسنا راوضوكم اعطاهم حتى هاد الفلوس مال من نجيب معنى انا كنت ناجم كنت نحب ربا ما مكرنيش ربا ما مكرنيش قلت والله حتى الثواب اللي واحد بشي ياخده يمكن مشيه على روحك الهدف انساني فقط ما عندك ما عندك ما عندك ما عندك فخرة سياسية سياسية اغضر المجموعة اللي قاعدة تفرق في الخوفي بنظرت والناس اللي تعرفين فيها الحراكة فيها الطيار فيها النائب من اتلاف الكرام فيها من النهذ وفيها من المبادرة وفيها اللي مجتمع مدني موش متحذن معنى كان هذوما كل باش يتقابلوا معينا باش يقبلوا انيانا نقودهم بالخطر انا عندي هدف سياسية راو فريمون انا سوبرمان وانا نقولها وانا نقولها راو كان جات عندي هدف سياسية وانا قلتها راو جولاسيوم عندي حتى مشكلة مانيش معنى بالسياسية حلية السياسية معاكم احترامة السياسيين بانسور ولكن انا مانيش معنى بالسياسية